أهلا بكم استهدفة مجهولون حاجزا لفرع أمن الدولة التابع لنظام فيرف حمص الشمالي الشرقي مأسفر عن وقوع ثلاث إصابات بين عناصر الحاجز ونقل موقع نداء بوست أن الهجوم كان بوساطة قنبلة يدوية استهدفت حاجز قرية عبدون على مقربة من أوتسترات حمص سلمية لحقه تبادل إطلاق نار بين الطرفين أضف الموقع أن نظام استقدم تعزيزات من حواجز المخابرات في منطقة عز الدين وغاصمية النعيم إلى جانب تعزيز حاجز عبدون بعربة عسكرية تحسبا لأي تصايد أمني قد يطول عناصره خلال الفترة المقبلة وذلك بحسب المصدر أفد موقع العربي الجديد بأن الشبيب الثورية تجهز عشرات الشباب قبل القتال في صفوفها بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد قسد وعضف الموقع نقلا عن مصادر مطلعة عن الشبيب الثورية كانت قد عقدت اجتماعا طارئا يوم الجمعة في مدينة الشباب الواقعة ضمن المربع الأمني بمدينة القامشلي حيث تحدث عضو كوادر حزب العمال الكردستاني بدران قامشلو خلال هذا الاجتماع عن دور الشبيب في هذه المرحلة مشيرا إلى تمركز 120 شابا على الشريط الحدودي استعدادا للمواجهة المباشرة على حد تعبيره أعفت وزارة الكهرباء تابعة لنظام منتجع الربان الذهبية في محافظة طرطوس من التقنين الكهربائي بالرغم من تأكيدها رفض استثناء التقنين عنه في وقت سابق قالت صحيفة البعث الموالية أن الوزارة قررت إصال الكهرباء لمنتجع الأثرياء كما وصفته على مدار اليوم بكامله منتقدة بشدة قرر الوزارة حول إعفاء بعض المنشآت السياحية من التقنين على حساب حصة المواطنين من الكهرباء في حين تستغل هذه المنشآت ما تعده ميزة توفر الكهرباء لديها وترفع أسعارها أضعافا ظهرت أسماء الأساد بفيديو مصور من ريف اللذقية ادعت فيه أنها متضامنة مع سكان المناطق التي شهدت حرائق خلال الفترة الماضية زعيمة تحقيقهم ما سمتهم انتصارا على الحريق معتبرة أن ما جرى يؤكد فكرة لا مركزية الإدارية التي تحتاجها المجتمعات المحلية على حد زعمها أنا وسيادة الرئيس أجينا على هالمنطقة بعد الحرائق والمشهد المؤلم والآسي اللي كان موجود هذا المشهد طبعا كان مؤلم لإلنا كلنا كسوريين بس أكيد كان مؤلم لإلكون أكثر أنتوا أهالي الأرض وأنتوا أهالي هالقرى وبوقتها وبوقتها يمكن كان كتير سهل الواحد يستسلم ويفقد الأمل خاصة بالسواد اللي كنا نحن عم نشوفه تقريبا بكل الضيع بالمنطقة ولكن أنتوا ما استسلمتوا وأكثر من هيك ما وقفتوا عند الحلول الإغاسية السريعة اللي كانت موثلة بتوزيع المنح والتبرعات العينية لا أنتوا كملتوا وفكرتوا بحلول تنموية وبمشاريع مستدامة طويلة المدى أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة بالأمس نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي وأشارت الوزارة إلى حصول ثلاثة طلاب في الفرع العلمي على الدرجة الكاملة وهي 240 درجة وهم شهد صلاح الرحمون وفاطمة حسن الحسين وأشعبان مصفى بكور أما في الفرع الأدبي فحصل على الدرجات الأعلى كل من شذا محمد وضاح فرهود بدرجة 215 وعبير محمد عبدالله بدرجة 214 ودعاء كامل النجيب العثمان بدرجة 213 من أصل 220 درجة فرضت الفرق الرابعة تابعة لنظام إتاوات على معظم المنتجات والبضائع المنقولة التي تدخل إلى محافظة السويداء ومنها مواد البناء وأقالت شبكة السويداء 24 إن حاجز الفرق الرابعة في منطقة المسمية زاد من فرض إتاوات على هذه المواد حيث نقلت عن أحد شهود إجباره على دفع 60 ألف ليرة سورية لقاء نقل كمية من الحجر الصناعي فضلا عن دفع مبالغ إضافية لعناصر الحواجز لما سموه إكرامية لحماية الوطن كما وصفوها توفي الشاب السوري حسام حسن الصالح الزيدان من جراء تعرضه لأزمة قلبية ناتجة عن الإرهاق الشديد الذي أصابه في محاولته الوصول إلى أوروبا بحسب صفحات محلية في حين ذكرت صفحات أخرى أن الشاب توفي غرقا في أثناء محاولته عبور أحد الأنهار في اليونان أدوين حذروا الشاب من بلدة حطلة الواقعة في ريف دير الزور ويبلغ من العمر 27 عاما قتل طفل سوري متأثرا بإصابته برصاص طائش استخدمة في مشاجرة وقعت بين مجموعتين من الأتراك في منطقة شهيد كامل في ولاية غازي عنتاب وقالت وسائل إعلام تركية أن الطفل محمد حسين صاحب السنوات الثمانية كان في بيت عمه أثناء نشوب الشجار وعند سماعه إطلاق أعيور نارية توجه إلى الخارج المنزل ظن منه أنها صادرة من حفلي زفاف ليصاب إثر ذلك بطلق من إحدى البنادق المستخدمة وينقل على الفور إلى مستشفى شهيد كامل ويعلن عن وفاته هناك ختم نشرة أحوال حلقة اليوم أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بتحقيق لصحيفة الشرق الأوسط عن تحول أمراض سوء التغذية إلى ظاهرة في مناطق النظام نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية شكرا